بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلبة الصف السابع اليوم أنا وياكم يامس رح نبلش بدرس جديد اسمه السياسات السكانية في العالم وهو الدرس الخامس من الوحد الأولى في كتابة جغرافيا صفحة 30 بدرسنا لليوم رح نتطرق إلى مجموعة من المواضيع التي تختص بالسياسات السكانية في العالم وأول موضوع رح نبلش فيه لليوم مفهوم السياسات السكانية بما إنه يا سابع درسنا يتحدث عن السياسات السكانية فمن المفروض أن نبدأ درسنا لليوم بمعرفة المقصود بالسياسة السكانية فاكتب يا سابع ما المقصود بالسياسة السكانية أو عرف السياسة السكانية مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة في مجال القضايا والمتغيرات السكانية كمعدل المواليد والخصوبة والهجرة وتنظيم العلاقة بين السكان والبيئة والتنمية إذن السياسة السكانية هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات هذه الإجراءات تتخذها دولة معينة بخصوص القضايا والمتغيرات التي لها علاقة بالسكان فمثلاً معدل المواليد والخصوبة والهجرة تنظيم العلاقة ما بين السكان والبيئة والتنمية الآن ننتقل إلى الموضوع الذي يليه وقبل أن نبدأ بكتابة السؤال إحنا منلاحظ يا ثامن أن الدول بتهتم بشكل كبير بوضع سياسة سكانية يعني بوضع سياسات لها علاقة بالسكان عشان تقدر إنها تتنبأ بحجم السكان في المستقبل يعني بتتشوفها الدولة قديش حجم سكانها رح يصير بالمستقبل فبتطرح الدولة عدة مسميات لهذا الحجم فخلينا نكتب السؤال التالي تطرح الدول عدة مسميات للحجم السكاني أذكرها إذن الدول تطرح مجموعة من المسميات لحجم السكان كالحجم الأمثل أو الأنسب إذن إحنا بتطلق عليهم الحجم الأنسب أو الأمثل الآن خلينا ننتقل إلى الإسم الذي أطلق على حجم السكان هو الفرصة السكانية إذن عندنا بالأردن تم إطلاق مسمى اسمه الفرصة السكانية فعرف الفرصة السكانية يا سابع أو ما المقصود بالفرصة السكانية هو الحجم المناسب من السكان لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات وزيادة نسبة فئة الشباب إذن لما أحكي فرصة السكانية يعني هو الحجم المناسب من السكان يعني عدد السكان المناسب عشان أقدر إني أحقق رفاه اجتماعي وأحسن مستوى الخدمات وأزيد نسبة فئة الشباب هاي هي الفرصة السكانية توجهت العديد من الدول في العالم إنها تضع برامج من أجل إنها اتعالد جوانب الخلل المتعلق بالنواحي السكانية فالأردن في عنا مجلس له علاقة بالسكان إيش اسمه؟ المجلس الأعلى بالسكان إذن المجلس الأعلى للسكان في المملكة الأردنية الهاشمية هو اللي إلو علاقة بالمواضيع التي لها علاقة بالسكان يعني أنا لما أسألك احكي لي الجهة المسؤولة عن السكان في المملكة الأردنية الهاشمية بتحكي لي يا ميس المجلس الأعلى للسكان المجلس الأعلى للسكان الآن خلينا ننتقل إلى الصفحة التي تليها ونكتب السؤال التالي أعطي أمثلة على السياسات السكانية التي تتبعها دول العالم مع ذكر الدولة إذن الآن بدي أتعرف أنا وياكم على بعض السياسات السكانية اللي اتخذتها بعض الدول مع ذكر أمثلة على هذه الدول واحد سياسة زيادة عدد السكان وموائمته مع التنمية والتطور فتسعى الدول لتعزيز التناصر البشري بتشجيع الإنجاب وتحفيز الأسر على زيادة المواليد وتأمينهم بالرعاية الصحية والخدمات مثل السويد وإيطاليا إذن أول سياسة هي سياسة أني أزيد عدد السكان إيش هاي السياسة؟ إنه بتيجي هالدولة بتشجع سكانها إنهم يزيدوا الإنجاب وبتحفز الأسر إنهم يزيدوا عدد المواليد ولكن بتأمين لهم الرعاية الصحية والخدمات مثال على هاي الدول السويد وإيطاليا السياسة الثانية هي سياسة الحد من النمو السكاني من خلال تحديد عدد المواليد لكل أسرة ووضع غرامات وضرائب على الولادات الزائدة كدولة الصين وسنغافورة التي تحدد عدد الأطفال بطفلين لكل أسرة هاي السياسة الحد من النمو السكاني يعني مثلا عنا دولة سنغافورة والصين صارت تحكي إنه الأسرة بس مسموح لها تجيب طفلين إذا جابت أكثر من طفلين بدها تدفع للأسرة غرامة على هالأطفال لزيادة لأن الدولة مش مسؤولة إنه توفر لهم لا رعاية صحية ولا خدمات ثلاث تنظيم الأسرة هي سياسة تتبناها الدول الإسلامية للموازنة بين عدد السكان والإمكانيات مع مراعاة القيم الدينية والعادات الاجتماعية ثالث سياسة هي سياسة تنظيم الأسرة وهي سياسة تتبهها الدول الإسلامية عشان توازن يعني تعمل موازنة ما بين عدد السكان والإمكانيات اللي بتقدر تعطيها هالدولة مع إنها تراعي القيام الدينية والعادات الاجتماعية من الأمثلة عليها الدول الإسلامية بالمجمل زي الدولة الأردنية الآن خلينا ننتقل بثانيا الجهود الدولية في مجال السكان وهو موضوعنا الثاني اليوم بحكينا إنه عملة الدول ضمن هيئة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات التالبي علىها على وضع خطط لمواجهة الأثر السكاني على المجالات الاقتصادية والاجتماعية اللي ظهرت مؤخرا إذن عملة الدول العظمى زي الأمم المتحدة وعلى وضع هيئات إلها علاقة بالسكان الآن خلينا نتعرف على أهم المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون السكان إذن أذكر المنظمات الدولية التي تعني بشأن السكان إذن في عملة بعض المنظمات الدولية اللي إلها علاقة بالسكان واحد عملة مثلا منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمية هاي ثلاث منظمات إنهم علاقة بالسكان تعالوا أنا وإياكم يا سابع لنتعرف على هاي المنظمات ألف منظمة الأغذية والزراعة خلينا نشوف إيش وظائف هاي المنظمة تحدد مسؤولياتها بالقضاء على الجوء في العالم والاهتمام بالإنتاج الغذائي يعني أنا لما أسألك يا سابع احكي لي المنظمة اللي إلها علاقة بإنها تقضي على الجوء في العالم بتحكي لي ينمس منظمة الأغذية والزراعة طيب المنظمة اللي إلها علاقة إنها تهتم بالإنتاج الغذائي أيضا منظمة الأغذية والزراعة الآن خلينا نتعرف أيضا على منظمة الصحة العالمية إيش بتهتم منظمة الصحة العالمية أو إيش بتعمل هالمنظمة توفير أفضل التجهيزات الصحية لجميع الشعوب وتأمين الحصول على العلاج والمطاعم الوقائية كمطعوم شلل الأطفال وتحرص على الحد من التدخين لآثاره السلبية إذن منظمة الصحة العالمية أول إيش بتوفر أفضل التجهيزات الصحية لجميع الشعوب إذن المنظمة اللي إلها علاقة إنها تنظم التجهيزات اللي إلها علاقة بالصحة هي منظمة الصحة العالمية أيضا إثنين بتأمن الحصول على العلاج والمطاعم للأطفال كمطعوم شلل الأطفال وغيرها أيضا بتحرص إنها تحد من التدخين رأى ثالث برنامج هو برنامج الأغذية العالمي برنامج الأغذية العالمي خلينا نشوف إيش هذا البرنامج هو إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة هدف القضاء على الفقر من خلال تشجيع المؤسسات التعليمية والصحية ودعمها إذن هاي المنظمة إلها علاقة إنها تقضي على الفقر في العالم من خلال إنها تشجع هالمؤسسات التعليمية والصحية وتدعمها الآن ثاني من جهود الدول في مجال السكان غير إنشاء المنظمات الدولية عنا عقد المؤتمرات السكانية خلينا نعدد المؤتمرات العالمية التي لها علاقة بالسكان هناك مجموعة يا سابع من المؤتمرات اللي إلها علاقة بالسكان أول مؤتمر كان في رومانيا عام 1974 إذن لو سألتك احكي لي يا سابع أول مؤتمر عالمي إلها علاقة بالسكان تحكي لي المؤتمر الذي حدث في رومانيا عام 1974 أيضا عنا في مؤتمر يعقد كل عشر سنوات أيضا عنا مؤتمر الثاني عام 1984 في المكسيك وعنا مؤتمر في مصر عام 1994 حدث وهو أكبر المؤتمرات اللي إلها علاقة بالسكان والتنمية وآخر مؤتمر هو المؤتمر الذي يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1914 إذن عنا مؤتمر عام 1974 في رومانيا وعنا مؤتمر في المكسيك بال84 وال94 في عنا في مصر وآخر مؤتمر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014 آخر شيء خلينا نتحدث عن الحلول اللي قدمتها هالمؤتمرات لحل مشكلة السكان يعني هاي المؤتمرات التي حدثت ما حدثت على الفاضية سابع لا خرجت بمجموعة من الحلول واحد سن سياسة لنظيم النساء وتحديده للتحكم في سرعة النمو السكاني وجعله موازيا للنمو الاقتصادي إذن أول شيء راحت سنة سياسات عشان ننظم النسل ونحدده عشان نخفف ونتحكم بسرعة النمو السكاني أيضا تسخير البحث العلمي لإحداث ثورة في مجال الزراعة لمضاعفة الإنتاج الزراعي العالمي والبحث عن مصادر غذائية جديدة غير تقليدية تعتمد على موارد بحرية وتقنيات زراعية معدلة ويراثين أيضا بدنا نسخل البحث العلمي عشان نعمل ثورة في مجال الزراعة لإنه هالأعداد الكبيرة من السكان بدها غذاء فبالتالي إحنا بلش قلعنا الغذاء فبننا نلاقي بدائل من ضمن هاي البدائل إنه نعتمد مثلا على موارد بحرية أو تقنيات زراعية معدلة ويراثيا هيك إحنا بنكون كمنا ندرسنا يا سابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته